لكن مازال برضو التحكيم عمال يدي لكل الناس حقاق اللي احنا كل ماتش ليك ضربة جزاء ما تاخدهاش انا ارجو ان المبارك جاية ومن المفارقات ان يعني مصر والمغرب نازلين في فندق واحد والعبة مندمجة ومنصهرة وفي تناغم وفي حالة من الود والتواصل من قبل الوصول في هذه المواجهة نرجو ان يستمر هذا التواصل حتى بعد هذه المواجهة ايا كانت النتيجة ويبان ده في ارض الملعب من خلال تصرفات وشلوك اللاعبين لكن نرجو ان فريقنا ما اعتبرش ان عمل اللي عليه لاننا نخايف من حاجة واحدة وستاذ ابراهيم ايه الحفاوة اللي احنا عملنا دي يا جماعة فيه ايه حلوة التعارف ده معناه ايه ان احنا كان رميين توب يطلمتش طب مين اللي وصلنا لهذا الشعور عدم ثقتك في ان الجهاز الفني عارف يوظف اللعيبة هنا بأتي للتوظيف مش جدارة الناس اللي عملت مني علينا تقول احنا كنا شايفين الجدارة كلنا كنا شايفين الجدارة وهو ده اللي كان بالزبط مزعلنا ده بالزبط اللي كان مزعلنا ان فريقنا لو لعبت بالشكل سليم نستطيع او كل واحد في مكانه لا عندنا امكانات اه ننافس ننافس لحد النهاية لكن انت كنت حرمنا من هذا الشعور لذلك جاءت المبالغة عندما قدم الكود دفورة افضل مباراة امام الجزائر بنتيجة ثقيلة يصل الينا وانت عمال بتتحسس حامل ايه مع الفرع دي